أبطالنا رجالة منتخب مصر اللي فرحونا وزودوا أملنا وطموحاتنا بعد مبارتي المغرب وقابليها كودفوار بإصرارهم وثبتهم وتركيزهم طوال المباراة اللي امتدت كل واحدة فيهم لمية وعشرين ديئة خلونا متفقلين جداً خلونا وثقين إنه ما فيش حد هيبخل بنقطة تركيز مش بنقطة عرق بس لأنه التركيز أهم أحياناً من العرق إنت لازم تعرق لكن من غير التركيز هيكون عرق على الفاضي وهيكون كالوريس بتتحرق على الفاضي يعني إنا عايزين نحرق علشان نكسب علشان نواجه أي صعوبات أنا مش ألقم من التحكيم حتى بكاري جسامة مش ألقم منه والحقيقة أنا مبارح قلت إن أنا مش ألقم منه لألقم التحكيم بشكل عام لكن بكاري جسامة لم يكن يوماً حكماً مزعجاً بالنسبة لنا لكن سيبك من ده الظروف الأجواء أي معطيات تانية ممكن تقلق بما فيها التحكيم ده اللي قلقنا لكن انسوا التحكيم انسوا جمهور الكاميرون انسوا لعيبة الكاميرون انسوا حرب قدته انسوا أي حاجة ما تفكروش إلا في حاجة واحدة بس إن إنتوا هناك بتلعبوا بإسم منتخب مصر ولإثبات إن اللي إنتوا عملتوا في الماتش اللي فات واللي قبلوا مش طفارات أو صحوة حصلت بعد انتقادات لاذعة لا انت رجعتوا للأصل بتاع منتخب مصر وبكرة هتكملوا ده وإن شاء الله الأحد كمان هنكمل ده قدام منتخب السنجال حاسنا أنا مستعجل قوي وعايز نروح ليوم الحد ده حاسس لكن الحقيقة إنه الوصول ليوم الحد لازم يسبقوا محاولات قوية مضنية يوم الخميس فأهلا بالخميس كما يقولون وإن شاء الله التسعة مساء الغد بعدها بساعتين هنكون منحتفل بتأهل جديد إلى نهائي بطولة إفريقيا اللي إحنا بنحمل رقمها القياسي السبع نجمات اللي على تشيرت منتخب مصر إحنا على بعد أربعة أيام من إضافة نجمة جديدة لهم بإذن الله فكل الدعاء بالتوفيق لرجالتنا إن شاء الله بقيادة كارلوس كيروش النهاردة من الأخبار المفرحة أبو جبل بيتمرن تمرين كامل بشكل طبيعي دموعه وبكاءه ورفضه خروجه من المباراة أمام منتخب المغرب بعد الإصابة اضطر في النهاية أنه هو يخرج لأن الإصابة كانت قوية لكن إصراره لتحويل الدموع دي إلى قدرة على أنه يشارك للمباراة التالية في وقت مصر محتاجة فيها مجهود كل لعب خلاه يشارك النهاردة في التدريب كاملا تحت قيادة مدربه عصام الحضري مع مجموعة اللاعبين الرائعين لمنتخبنا الوطني كل واحد فيهم عنده من الخبرات الدولية ما يجعله قادرا على المشاركة وحتى أصحاب الخبرات الأوليلة على مستوى المشاركات الدولية أثبتوا لنا أنه لا فرق بين من خاض مئة مباراة دولية ومن خاض مبارتين أو ثلاثة أو أربعة طول ما أنت بتسمع تعليمات مدربك وبتنفذها بشكل واضح وإنت مركز وإنت ما بتبخلش بأي مجهود علشان تسعد كل مصري مستنيك إذا كان منتخب الكاميرون بيشجعه آلاف المشجعين في مدرجات استاد أولمبي إيه؟ فمنتخبنا في مئة مليون مصري بل أكثر حول العالم اعتبروهم موجودين في المدرجات قدامكم والله إحنا من وراء الشاشات بنزعق بأعلى صوتنا بنتمنى لو أنتم سمعيننا حسوا باللي إحنا حسينه واسمعوا صوتنا من وراء شاشات التلفزيون إلى جانب التمنمائة مشجع اللي موجودين في المدرجات بكرة بيدعولكم وبيشجعوكم وبقولهم هما كمان لو سمعيني المشجعين اللي هناك ما توقفوش تشجيع سواء سجلنا مبكرا أو استقبلنا مبكرا كما هو الوضع في مباراة المغرب السابقة تسعين ديام من التشجيع زودوا مجهود لمية وعشرين إذا أردتم أو ضربات ترجيح لو احتاجنا كلوا كويس وضعوا ربنا ويا رب مصري تكسب